المشاهدين هارك سعيد بنرجع لحضراتكم مرة تانية ومكملين معاكم فقراتنا النهاردة حقيقي مموضوعنا النهاردة بتهم كل الشارع المصري هنتكرم دلوقتي عن مشكلة بتخص الدواء الدواء بيواجه اكتر من المشكلة دلوقتي المشكلة الاولى الحقيقة وان هي فيه ازمة حقيقية للدواء من بعد 25 يناير 2011 ناس كتير جيدة كانت بتطلع وتقول خدوا بالكم هيبقى فيه ازمة في الدواء فيه ادوية معينة مش هنلاقيها فيه ادوية اطفال ممكن ما تبقاش موجودة فيه مجموعة كده من الادوية احتمال كبير ما نعرفش نلاقيها وبعدين كانت بتتوفر وحقيقية دلوقتي الادوية دي فعلا مش موجودة بصرف النظر على ازمة الدواء فيه مشكلة تانية بقى اكبر بكتير جدا وهي غش الدواء الادوية النهاردة بتتغش ودي مشكلة كبيرة جدا ده مش بس بتتغش لا ده فيه كرسة اكبر ده فيه ادوية بتتباع وما فيش تصريح من وزارة الصحة الادوية دي فعلا هي مش موجودة في وزارة الصحة ومش واخدى التصريح ده افتكر ان احنا نبقى بنواجه مشكلة كبيرة جدا اذا اللي بنتعالج به كمان هيبقى مخشوش وكمان هيبقى مش موجود ضيفنا النهاردة اللي هيكلمنا في موضوع الدواء هو او موضوع ازمة الدواء وغش الدواء هو دكتور محسن عبدالعليم مدير ادارة السيد الله بودارة الصحة سبع الخير دكتور اهلا بحضرتك معنا ونبتدي عن ازمة الدواء ازمة الدواء حقيقة انه فعلا فيه ادوية مش موجودة بنسمع الفترة اللي فاتت انه فيه ناس بتنزل تدور على ادوية في السيداليات مش موجودة ادوية مصرية على فكرة مش ادوية مثلا ليه علاقة بالاستيراد فانقول فيه مشكلة في الاستيراد انما هي حقيقة ادوية مصرية ادوية كلا ادوية اطفال فيه ادوية مش موجودة ايه سبب الازمة وازاي ممكن نتخطى هذه الازمة طيب بسم الله الرحمن الرحيم خليني ابدأ اقول ان فيه عدة اسباب للازمة اه من ضمن هذه الاسباب ثقافة ثقافة مواطن ومن ضمن هذه الاسباب ان احنا اه يعني خليني عشان ادخل في الازمة اتكلم في تعريف نواقص الدواء وده اللي بتتعلق بجزئة ثقافة المواطن والثقافة العامة كلمة نواقص دواء الدواء الناقص هو الدواء الذي لا يوجد له مثيل ولا بديل كده انا بندخل يعني ايه مثيل ويعني ايه بديل ايه المثيل هو الدواء اللي له مادة فعالة وموجود في اكتر من اسم زي مثلا لما باجه اتكلم على الاسبرين الاسبرين دوت في منه الريفو في منه اسبوناصر في منه اسبوسيد في منه اسكين كل ده المادة الفعالة بتاعته واحدة ولكن الاسم التجاري مختلف بيختلف بيختلف فلما اجي انا كمواطن اروح اجيب ريفو ملاقيش الريفو اعتبر ان هو ناقص في وقت ان انا في عندي مثائل لهذا المستحضر يبقى هي دي جزئية لازم ان انا ابقى عارف ان هذا المستحضر لو عدة مثائل لها نفس المادة الفعالة بنفس التركيز ولها نفس الاسر العلاجي واحد ده دور السيدالي بقى ان هو يشرح هو الحقيقة الثقافة دي انا بحملها لاتنين لسيدالي والطبي اه سيدالي والطبي اه انا بحملها للاتنين الحقيقة دور التثقيفي ده للسيدالي والطبي الجزء التاني ده في المثائل احنا عندنا كل مستحضر سيدالي ممكن نجد ليه حوالي عشر او اتناشر مثيل احنا بس نبقى عارفين متفقين معظم او عدد من الاطباء وبذات الشباب الصغير من الاطباء يبقى مش لاحق يحفظ الاسامي التجارية لكل الحاجات دي فبيضطر انه هو يكتب فرجوتيته اسم واحد بس اي ويتقيد به لما المريد ما يلاقوهش اقول له هو ده عشان هو يعني ملحقش يحفظ باقي الاسماء الجزء التاني هو البديل البديل هو ايه هو دواء مادة الفعالة بتاعته تختلف عن مادة الفعالة الاصلية ولكنها لها نفس الاثر العلاجي بمعنى الاسبرين دوت لما باخده باخده عشان يعالجلي الايه الصداء طب البنادول لما باخده المادة الفعالة بتاعته تختلف على الاسبرين او يعني فالباراستامول المادة الفعالة بتاعته تسمعها باراستامول باراستامول ده موجود في بيرال ومش عارفه في عدة اسماء كتيرة مش فيش ده اذكر اسامي ولكن عايز اوصل ان الثقافة بتاعتنا لازم تعرفني ان المستحضر الصيدلي له عدة مثائل وعدة بدال ايه واننا لما تبع عندي هذه الثقافة وعندي الثقة في الصيدال اللي هيقول لي ده مثيل ولما ما لقيش مثيل وانا ملتزم بالمثيل ده عندي الطبيب يقول لي طب خذ البديل لو نفس الاثر ده جزئية متعلقة بالثقافة الجزئية التانية برضو جزئية انا شايف ان هي بالدرورة لازم نعرفها ان فيه احنا لازم نقر ان فيه ازمة ولازم نعترف ان فيه نواقص ايه ولكن خليني اقول رسالة للمواطن احنا في السنة اللي حصل فيها الصورة بتاعتنا هذه السنة الصناعة الوحيدة التي لم تتأثر خلينا اوصل هذه الرسالة التي لم تتأثر في خلال من ساعة الصورة حتى الان صناعة الدواء وهقول ان معدل النمو بتاع صناعة الدواء السنوي قرابة 13% احنا معدل النمو صناعة الدواء السنة دي حوالي 11 وشوية في المية فيعني يعني درجة التأثر مش كبيرة ولكن فيه مشاكل في استراض بعد المواد الخام فيه مشاكل في بعض المصانع بتعمل شوية اضرابات اه فيه كل الحاجات دي بترتب عليها ايه اتأثرنا بيها ان خطوط الانتاج خطوط الانتاج بتخف اه فبيحصل ازم احنا لما بدأنا نستلم العمل في قطاع الصيدالة في الوزارة بدأنا نكتشف ان في بعض المستحضرات الحيوية الحيوية اللي مفترض ان هي يكون لها اكتر من مثيل بيها نكتشف ان هي ملهاش غير مستحضر واحد بس وده بيرجع لان كان التخطيط والسياسات الدوائية كانت فيها عندها مشكلة قبل كده فاحنا بدأنا نعالج هذا الكلام بان احنا نستورد الاصنات بسرعة بدأنا نشوف السبب ازا كان مستحضر له مثائل نشوف السبب المصنع بتاعته واقفة ليه ونتعامل مع المصنع المصنع ده واقف عنده مشكلة في خطوط الانتاج بتاعته طب نروح مكلمين المصنع التاني نقول له زود الطاقة الانتاجية بتاعتك ونروح مكلمين المستورد نقول له زود لنا الكمية الاستراد وهندي لك موافقة استرادية بكمية اكبر عشان نغطي ازمة السوق لو هنضرب مثال في هذا الكلام لو حيك تفكروا البنسلين طويل المفعول في فترة من الفترات المرضى ما كانوش لقيه حقيقة لما جينا عندنا ادارة انشأناها اسمها ادارة نواقس الادوية ادارة لهذا الامر بدأنا نتعامل مع المصنع جيبنا المصنع ده شفنا لقينا له شركات بتستورده وشركات بتنتجه شركة اللي بتنتج كم شركة فيه شركة وقفة اتنين وقفة تلات شركات واقفوا ده للظروف في خطوط الانتاج عندهم فبدأنا نكلم الشركة الرابعة اللي هي بتنتج زودنا طاقتك تقدري تزودي قد ايه فيه شركة قالت انا ما عنديش مواد خام واقفة عشان ما عنديش جيبنا لها مواد خام من المصنع اللي عنده ما كان واقف شغلناها شركة اللي بتستورد في شركة كان بتستورد قالت انا وقفة استرادي لان تكلفة المادة الدوة ده عليها بخصارة قدموها للتسعير قدمناها للتسعير عدلنا لها السعر بتاعها بشكل يتناسب مع ان هي تقدر تجيب يعني الحمد لله فيه خطوات ايجابية بس اللي انا عاوز اأكد عليه ان احنا عايزين يبقى فيه شوية ثقة وعايزين نطم انا ببعت رسالة طمقانة للمريد وللمواطن المصري ان احنا فيه خطوات ايجابية بتتعمل وعايزين نراجع الطبيب لما يكون فيه مستحضر مش موجود نراجع الطبيب في ان هو شكلنا المثيل والبديل الجزئية التانية اللي انا شايفها من ضمن الاسباب الازمة هو او يعني سوق استخدام الدواء زي لما ندرب مثال زي البان الاطفال البان الاطفال في وقت بتنقص بالزات المدعومة البان الاطفال دي بتستخدم للاطفال لحد سبت شهور من ضمن الاسباب اللي لما درسناها لما جينا حولنا صرف البان الاطفال وكان بتنزل بقى اشعاعاته السياد اللي بياخدوه بيبيعوا البان الاطفال لمحلات الحلويات بيحاجات بقى كلها كده يعني ايه اشعاعات احنا جايين للكلام ده كلها اشعاعات فراحت الوزارة قالت طب خلاص اللبن المدعوم ده هنوزعه بمعرفتنا في مراكز رعاية امم وطفولة بدت الام تروح بقوا يلاقوا الام حالتها الصحية تسمح بالرضاعة ولكنها مش عايزة تردع فكده بقت في مشكلة بدأوا يلاقوا الطفل اكتر من ست شهور بياخد نفس نوع اللبن بياخدوا لحد سنتين اللبن فكده ده كل ده بيعمل ازمة لما عندنا حتى شكل احصائي نحسب فيه الاطفال اللي هما لحد ست شهور ونحدد كميات نجيب علشانهم بقت الكميات دي مش مكفية فبدأت تفتع الازمة فده واحد بيستخدم قطرة في انفه بشكل هستيري وما يعرفش ان اصار استخدام لما بتنقص بها الاطرة مش لاقي البروزولين اطرة في السوق يا سيدي مس انت كتر استخدام بدي حطتها في جيب وماشي ديها كل شوية دي بتعمل تهتك في الغشاء المخاطئ يا جماعة ارجوكم فيه ابيوز للاستخدام حالة من عدم الوعي كمان بالضبط كده بالاستهلاك فالافراط في الاستهلاك ده برضو من الحاجات اللي هي غير مسموح بيها انما برجع واقر ان فيه ازمة ولكن احنا هل احنا بنتعامل مع الازمة ولا بنتعامل هو ده السؤال المهم هل صناعة الدواء تأثرت بما حدث في احداث الصورة ولا لا لا انا بطمن انها ده حصل نمو فرق النمو واحد في المية او واحد ونص في المية يعني فالامور يبقى حل الازمة ممكن نقدر نختصره بانه لازم نزود وعينا شوية في انه كيفية استخدام الدواء وبنستخدمه ازاي وبنستخدمه امتى كمان على الطبيب وعلى السيدالي دور بانه يقدر يساعدنا في ده يشوفينا بدائل السيدالي يشرح لنا الطبيب كمان لازم يكون في بدائل خاصة انه اعتقد ان الاطباء دلوقتي على علم والمثائل وانا عندي نهاردة استطيع بزرار ادوس اعرف على علم اللي موجود وقيمة الادوية موجودة على جسد الكمبيوتر وفي دليل بيتباع موجودة عند كل الناس يعني سهل تمام طيب دكتور اثنين الجزئية تانية وهي جزئية غش الدواء حقيقة ان مشكلة كبيرة جدا غش الدواء غش الدواء بتتقسم له شق الشق الاول وهي الادوية الحقيقة اللي بتتباع من خلال القنوات الفضائية المحترمة اللي بتزيع اعلانات طول اليوم وسط برامجها ويعني برامج مهمة جدا وبرامج ناس كسير او بتتفرج عليها عن ادوية حقيقية ما عندهاش تصريح من وزارة الصحة ادوية مختلفة ادوية جنسية ادوية حاجات ليه علاقة بالشعر ادوية ليه علاقة بالطاقة وليه علاقة بالحركة يعني حاجات كتير جدا رأي حدرتك ايه دكتور في الكلامنا الحقيقة يعني احنا الموضوع دو تتعاملنا معاها بعدة اشكال لازم الناس تعرف برضو واحنا خطبنا يعني للأسف الشديد القنوات الفضائية دي كتير باكتر من طريقة ولما لقينا اللعاب هذه القنوات بيسيل قدام الفلوس اللي بتتحطيلها في هذه الاعلانات وما ادركوش ان ممكن هذا التصرف يعرضهم لمسائلة قانونية ويعرضهم مسائلة عند ربنا ان هم بيفتحوا الباب لحد بيشتركوا في جريمة في بيع سلعة غير قانونية وغير رسمية ولا تخضع للرقاب ولا تخضع للجودة ولا تخضع للتحليل ولا تخضع لأي شيء احنا عايز اوصل لحضرتك ان في الاول كانت الاعلانات دي بتنزل في الجريد اه وبتنزل في التلفزيون ولما كان بتنزل في الجريد وكانت بتنزل في قنوات مغمورة كده محدش اه بيتفرج عليها وكانت بتنزل اه هذه الاعلانات كانوا بيحطوا ان الحاجة دي موجودة عندنا وشركة كزا ومقرها كزا 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 فكانوا بيحطوا كانوا بيحطوا التليفونات الارضي احيانا ايه فكنا عن طريق التفتيش الصيدالي عندي كنا بنروح رصدين بالرقم الارضي وبالعنوان بنروح رايحين حملة نزبط الاماكن دي نزبط الناس دول ونقبض عليهم وناخد الحاجة اللي بيعملوها وكان بالاسف كانت تحضيرات بدائية لحاجات كلها لا 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 فايدة منها وكلها حاجات غير امنة راجعة انه ممكن تكون بتعرض حياة ناس للموت للخطر الجرأ بقى اللي حصلت والقنوات الكبيرة اللي بنشوف فيها الاعلانات دي زي وصلوا للحاجات اوصل لحضرتك بعد هذا الكلام لما بدأنا نقبض على الناس دول من خلال العنوين اللي بيحطوها والتليفونات الارضي هتلاحظي حضرتك في كل الاعلانات اللي نزلت دولها تير القام محمولة ولما حضرتك ولما حضرتك تتصل بيهم تقول لهم قولوا لنا انتو فين عشان ناجيلك لا 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 ما تتميش نفسك احنا هنجيلك ليه؟ عشان حملات التفتيش ده بيؤكد ايجابية التعامل مع الناس دول ايوة انا بس عايزة اوصل ايوة ايفان فاحنا علشان بقى اروح اجيب تتبع لرقم محمول بيجيبوا ارقام مش مسجلة اصلا اه يعني بيجيبوا ارقام بطريقة ما فتلاقي الرقم ده ما جكشف عليه حتى ما لاقولوش ما لاقولوش صاحب اه يعني القامل اللي بتتباع كده ايه في محلات وحاجات بدون صور بطاق او بيقدموا صور بطاق يعني بتاعة اسماء وهمية ف ف بدأنا دلوقتي الشكل التاني بقى لما لقينا المسألة كده زادت بقى لا احنا بقينا بقى نتعامل مع الجريدة اللي هي تنشر هذا الكلام بنقاضي رئيس مجلس ادارة هذي الجريدة وبدأنا رفعنا بلاغ للنائب العام بنقاضي فيه رؤساء هذي القنوات لان هما اللي بيفتحوا الباب واتهمناهم بان هما شركاء في جريمة طبعا لان اللي بي ده واحد اشترك في جريمة تسويق لسلعة غير امنة وغير مسجلة ده الاصل عندي في القانون ان حضرتك عشان تعلني عن مستحضر صيدالي مسجل مستحضر صيدالي سليم صحيح مسجل لازم تاخدي جواب من عندي هزا الجواب معتمد بختم الشعار بوزارة الصحة محتوط لك فيه شكل الاعلان ونص الاعلان يعني مش مسموح للقناة ان هي تنشر كلمة زيادة عن اللي احنا حطينه في الجواب بتاعنا اللي احنا بندي فيه موافقة فطبعا هما ما بيشتغلوش يعني القنوات الشركات اللي هي مسجلة مستحضرات ما بتعلنش عن مستحضرات انها بتعلن عن مستحضراتها عند الاطباء المحترمين اللي بيسوقوا لهذا المستحضر مزبوط اما اللي بيعلن حاليا فهي حاجات غير مسجلة وغير امنة وكلها دجل وكلها بكش واللي بيساهم في هذا الكلام بيساهم في جريمة قد تؤدي لحياة مواطن وانا باربق بهم انه هما احنا خدنا الاجراء والبلاغ وصل للنائب العام ونشر اخبار في الوسائل ونشرت يفنم القنوات ونشرت احنا حطينا حضرتك انا عندي ادارة قاعدة عملين يرصدوا القناة ويرصدوا الاعلان والحاجة الغريبة جدا حطين اسم القناة والمستحضرات اللي بتنشر فيها اسم القناة والمستحضرات اللي بتنشر فيها الغريبة ان كان زي ما كنت بقول لحضرتك قبل كده كنا بنشوف الاعلانات دي وندحك عليها لانها كان بتبقى بقنوات السن تدحك لكن الغريب انه في قنوات حقيقة موجودة في مصر وابتحذب نسبة مشاهدة عالية جدا نعم وللاسف الشديد انها بتسمح تعلن الحاجات وقوصت برامج ذات قيمة منفرج الناس على حاجات حاجة غريبة جدا اه فده برضو هم بيستغلوا ثقافة المواطن بصي دي شوفي انا لازلت بأكد خد ان العنصر الرئيس عندي في الموضوع هو ثقافة مواطن ام واحنا لما عشان نرفع هذا المستوى من الثقافة خدنا الإجراءات بتاعتنا وبننشر هذا الكلام في الميديا علشان نؤكد للناس ان هذا ضرب من الدجل احذروه وبنقول للمسؤولين في القنوات الفضائية وللمسؤولين عن القنوات الفضائية خدوا إجراء مع هذه القنوات ووقفوا هذه الإعلانات الغير رسمية حقيقة انه مشكلة كبيرة جدا ونتمنى ان حضراتكم تقضوا عليها تماما بقى ان شاء الله نتكلم بقى عن جزئية تانية من غيش الدواء ايضا وهي غيش الدواء بقى نفسه يعني غيش المواد المستخدمة في صناعة هذا الدواء ازاي بقى نقدر نعرف الموضوع ده وازاي تقدروا تحصره ولو تقدر تقول لنا اي معلومة عن أدوية معرضة للغيش عشان لو حد بياخدها يبقى على وعي على الاقل او على قلب المواد المستخدمة فيها دواء انا هتكلم في الموضوع في شقين الدواء المغشوش في منه في منه جزء بيتصنع وبيتغش عندنا في مصر وده اللي بيقولوا عليه دواء تحت السلم وفيه أدوية مغشوشة بتدخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية اللي بتدخل عن طريق المنافذ الجمركية دي احنا عملنا أكتر من لقاء بينا وبين المسؤولين في الجمارك وحثناهم على ان هم يرفعوا درجات الحيطة وفي بعض شركات الدواء اللي بتتضرر من اللي هي مستحضرات بتتقلد وبتدخل قالت احنا مستعدين ندعم نحضرنا عملنا مؤتمر في هذا الشأن وقالوا احنا مستعدين احنا ندعم المنافذ الجمركية بأي شيء من وسائل الدعم التقني بشكل ان يسهل لهم اكتشاف اي حاجة دخلة مغشوشة للبلاد وكانت اخر ضبطية تم ضبطها اتنين كونتينر كبير عربيات كبيرة دخلة بمستحضر من المستحضرات المقلدة وجاي عن طريق ليبيا تم التنسيق وعمل حملة وضبطناهم على المنافذ الجمركية عندنا والحمد لله يعني بقى فيه خطوات ايجابية بقى فيه اجهزة الرقابة على المنافذ الجمركية بدأت تحجم هذا الشكل شوية العنصر التاني اللي بيتضرب هنا في البلد بس انا خلينا اقول اللي بيجي من بره ده معظمه حاجات لشركات لها مستحضرات مستوردة هذه المستحضرات غالية السمن احنا عملنا ايه اجرائيا اجرائيا المستحضرات دي ما كانتش لسه تسجلت والشركات بتاخد وقت على ما تسجلها اجراءات التسجيل بتاخد ثلاث سنين او سنتين على ما بتسجل هذه المستحضرات الحيوية الغالية تمام بتيجي من بره مقلدة او بتيجي سليمة ولكن بتمر عشان هي مهربة بتمر بظروف تخزين سيئة اشوف العلبة شكلها شيك ولكن الدواء حصله ايه من جوا باز لانه هو مرر بظروف تخزين سيئة ايوه فاحنا ادينا وزير الصحة دكتور فادي النواوي الحالي عرضنا عليه خدنا قرار بالسماح للشركات دي ان هي تستورد هذه الادوية بشكل رسمي حيث ان احنا نحجم نقفل حنفية التهريب ونفوت الفرصة على الشركات دي في الوقت نفسه احنا متقدمين لمجلس الشعب بتشريع جديد يزود العقوبة بتاعة غش الدواء للأسف شريط معظم الادوية دي بتتغشي في الصين في الصين حصل في فسنة من السنوات ان في دواء مغشوش موت عدد ضخم جدا في الصين فعملوا تشريع بان اللي يضبطوه بيغش دواء او بيروج لدواء مغشوش عقوبته ايه اعدام اصبحت الصين بتغش دواء ولكن يعني في الصين مصانع بتغش دواء ولكن ما بيبعوش جوه بيخرجوه للبلاد يجي عندنا مصر التربة بتاعتها خصبة لان عندنا العقوبة بتاعتنا اسمحيل اقولها في مصطلح انا بتألم وانا بقوله ولكن ان عقوبة غش الدواء عندي بتساوي عقوبة غش طلاء الحوائط وطلاء الاحزين معقول يا دكتور انا ولتقى في مصطلح ده اللي دفعنا ان احنا نتقدم لمجلس الشعب بمشروع قانون بتغليز العقوبة وفصل الدواء باعتبره السلعة استراتيجية حيوية فصل الدواء عن بقية السلعة التانية ما ينفعش ان انا مش عايز اكرر الكلمة اللي انا قلتها تاني ان انا ساوي سلعة استراتيجية زي دي بامريكي حقيقة يا دكتور يعني احنا بنشكر حضرتك على وجودك معنا النهاردة بنتمنى ان كل المختصين عند حضرتك بمتابعة كل اللي بيحصل في الدواء يعني توجه لهم تحية خاصة جدا مننا وتطلب منهم انه يعني صحتنا كلنا امانة في ايديكم يعني بنتمنى كمان قصة القانون دي انه حقيقة لازم يكون فيه تفعيل للقانون وتشريع لقانون يقدر يحمي المستهلك ويقدر يجرم اللي بيعمل حاجة زي كده لان دي حقيقة جريمة لاستحق الاعدام والله زي ما حدرتك كنت بتقول بيحصل في السين دكتور محسن عبدالعليم مدير ادارة السادلة بوزارة الصحة بشكر حدرتك على وجودك معنا النهاردة فاند ومشاهدين الكرام نروح لفاصل ونرجع نستكمل فقراتنا في نهارك سعيد في فقرة رياضية بعد الفاصل خليكم معي